ينضم لنا الآن القهرى رئيس تحرير الصحيفة التيار عثمان مرغني سيد عثمان أهلا بك معنا بداية هل من دلالات أخرى يجب قراءتها من هذا الإعلان الذي جاء على لسان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عن هدنة أحادية الجانب تستمر ليومين تشمل يوم عرفة وأول أيام عيد الأطحى يعني هناك كثير من الدلالات بعيدا عن الهدن وما قيل عن الهدن السابقة التي لم تحقق الأهداف الإنسانية المرجوة رغم كثرة هذه الهدن صحيح كانت تحقق نوع من الاسترخاء في مدان القتال لكنها لا تحقق إمكانية الوصول للخدمات والمستشفيات بالنسبة للمواطن أو ما يحتاجه من الضرورات الإنسانية وكان الوجه الحقيقي للهدن بعيد تماما عن الأهداف المعلنة لها لكن الآن أنا أعتقد أن هذه العبارات التي ذكرت في خطاب قائد الدعم السريع يمكن أن يبنى عليها وضع جديد في محاولة وصول لاتفاق ليس فقط لهدنة إنما يوقف اطلاق النار خاصة أنه استخدم عبارة مفتاحية وقال أنها فرصة يقصد الهدنة التي حددها بيومين وبمناسبة عيد الأضحى أنها فرصة للتسامح والتعايش أنا أعتقد أن هذه الكلمة مهمة يعني يمكن رغم المرارات رغم ما حدث رغم كثير من الجرائم التي تشتفت ولكن اسمح لي سيد عثمان أي وضع جديد على هذه الكلمات على ماذا يمكن البناء هنا بماذا تختلف هذه الهدنة عن الهدنة الأخرى يمكن البناء على شيء واحد هو أن السيناريوهات استمرار القتال بهذه الطريقة سيدفع ثمنه الجميع يعني ليس هناك منتظر للدعم السريع للجيش للشعب السوداني لأي طرف آخر حتى لو كانت هناك أطراف لاعبة في الملعب السوداني لا أحد يستنتصر في هذه الحرب يجب أن يكون هناك نظرة أكثر عقلانية لما يمكن أن يتحقق إذا تم التواصل إلى اتفاق وفق إطلاق نار أنا لا أتحدث عن الهدنة لأن الهدنة تكرار الهدن قد لا يمنح إلا الإحباط المطلوب الآن وقف إطلاق نار وقف إطلاق نار يعني أن يكون هناك قدرة للمواطن القروج من منزله الممارسة عمله العادي ريث ما تصل الأطراف إلى اتفاق يعني لا بد أن يكون هناك طبعا مباحثات عسكرية بين الطرفين للوصول إلى اتفاق في قضايا الدمج ثم بعد ذلك كانوا بحثات سياسية يشارك فيها المدنيون لكن إلى أن يتم ذلك لا يجب المواطن أن يكون جزء من هذه المعركة ويجب التحييده بأن يمارس عمله الطبيعي يستطيع أن يكتسب الرزق يستطيع أن يعود إلى بيته مع ذلك أعطوني سيد عثمان هي خطوة أحدية الجانب حتى اللحظة من قبل الدعم السريع لم نسمع عن خطوة مماثلة حتى اللحظة من قبل قوات الجيش ربما هناك انتظار لأن تكون هناك جدية في تطبيق هذه القطة دائما عدم الثقة هو مفتاح للأسف الشريط هو الذي يؤثر على إمكانية التواصل بين الطرفين ولا بد أن يكون هناك ثقة بناء هذه الثقة وأنا أعتقد أنه واحد من الإجراءات المهمة التي يمكن أن تمنع الثقة هي الخروج من بيوت المواطنين لأن الدعم السريع الأهم موجود في بيوت المواطنين ويعوق المواطنين من العودة مرة أخرى إلى بيوتهم فضلا عن أعمالهم وإذا اتخذت قرارات شجاعة في هذا الاتجاه بخروج الدعم السريع من جميع بيوت المواطنين والمقاررة العامة التي يحتاجها المواطن المستشفيات وغيرها أنا أعتقد سيكون ذلك بابا نحو استرداد الثقة التي يمكن أن توهيل بعد ذلك هو أيضا تطرق سيد عثماني لموضوع قليم دارفور حذر من مغابة الشعال حرب أهلية في قليم دارفور لم يتأخر الوقت لتصيحاتك هذه لم تطلق هذه الشرارة واشتعلت دارفور وضعها مختلف تماما خاصة مدينة الجنينة مدينة الجنينة هي لا تحتاج لإطلاق النداء الفاعل الأساسي الذي بيده الأمر هنا في مدينة الجنينة هو قوات الدعم السريع وهذه شهادة المجتمع الدولي أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكل الأطراف قالت أن ما ارتكب في الجنينة كان بفعل الدعم السريع يجب أن تكون هناك قرارات الجنينة وضعها خطير جدا لأنها بالتأكيد لن تكون ضمن التسوية السياسية الجارية في ميمبر جدا ستكون واحدة من ملفات المحكمة الجنائية الدولية لأن مرتكبة فيها يتعدى الخلافات السياسية إلى محاولة التطهير العرقي محاولة تهجير مجموعة من القبائل السودانية من داخل السودان إلى دول مجاورة هناك كثير جدا من الجرائم التي وثقتها أطراف محايدة أطراف غربية ليست لها علاقة بالصراع الدائر في السودان وهذا يجعل هذه القضية مرشحة لمزيد من التأزيم الدولي كما حدث في قضية المحكمة الجنائية مع الحكومة والنظام السابق ويستحسن استدراك ذلك الآن بقرارات وليس مجرد مطالبة شكرا لك سيد عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار كنت معنا من القاهرة